اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين الحديث الآخر من باب الحركة والانتقال حول تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى الحديث السادس من باب الحركة والانتقال من الكافي الشريف يتضمن بيان معنى هذه الآية وكذلك الحديث السابع والثامن والتاسع هذه أحاديث وردت في تفسير هذه الآية قد ذكرنا فيما مضى أن القرآن فيه آيات محكمة وآيات متشابهة والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أصل الكتاب التي يرجع إليها المتشابهات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغون يعني انحراف عن الحق وما يلان عنه فيتبعون ما تشابه منه يترك الآيات المحكمة ويتمسك بالآيات المتشابهة لا بمعنىها الذي أراده الله سبحانه وتعالى بل بالمعنى الذي هو يريده هذا الإنسان الذي في قلبه زيغ وأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة لأنه يريد أن يحرف في دين الله فلا يتمكن من تحريف الألفاظ لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فماذا يفعل يحرف المعاني ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ويؤول الآيات بما تشتهيه نفسه والحال أن التأويل هذا من الله سبحانه وتعالى الذي يحق له التأويل هو الله والله علم ذلك التأويل لرسوله محمد صلى الله عليه وآله ومن بعده الأئمة عليهم الصلاة والسلام الذين استقوا علومهم من الله إلى آخر الآية الشريفة والآيات التي وردت في صفات الله سبحانه وتعالى كثير منها آيات متشابهة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أرسل كل رسول بلسان قومه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فلذلك الرسل استعملوا الأساليب الكلامية التي كانت مستعملة في أقوامهم والقرآن الكريم نزل بلغة العرب فكما أن القرآن راعى القواعد الإعرابية فالفاعل في القرآن مرفوع المفعول منصوب المضاف إليه مجرور وكما راعى الله سبحانه وتعالى في القرآن القواعد البلاغية كذلك راعى فهم الناس لأن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى للهداية فلذلك يسره للناس ولقد يسرنا هذا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن ميسر لكن معناه عميق جدا هذا المعنى العميق في بعض الأحيان هو تأويل للآية والله سبحانه وتعالى بيّن الآية المحكمة أو الآيات المحكمات وجعل مفسراً للآيات المتشابهة هذه الآيات المتشابهة ترجع إلى المحكمات والمفسر الذي هم الراسخون في العلم يعني الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام هؤلاء يبينون المراد من المتشابه وأن أي آية متشابهة يلزم أن ترجع إلى الآية المحكمة في الصفات هناك آيات محكمة من جملة الآيات المحكمة ليس كمثله شيء هذه الآية المحكمة لازم الآيات المتشابهة نرجعها إليها من الآيات الرحمن على العرش استوى المجسمة ماذا يزعمون؟ يزعمون أن الله سبحانه وتعالى يجلس جلوساً حقيقياً على العرش وهذا مضافاً إلى أنه فيه المحاذير العقلية خلاف الآيات المحكمة من القرآن لأنه إذا جلس على العرش الملك أيضاً يجلس على العرش فما الفرق؟ صار تشبيه والآية المحكمة تقول ليس كمثله شيء إذن جلوس الله سبحانه وتعالى على العرش هذا الشيء ليس معناً صحيحاً إذا حملته على المعنى الحقيقي بعدين الآية لم تقول أن الله جالس على العرش الآية تقول الرحمن على العرش استوى هذه عبارة مجازية الإنسان البليغ يفهمها أن المراد ما بيّنته هذه الروايات لكن باعتبار أن المجسمة أثار الشوشرة والتشويش في أذهان الناس لذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام بيّنوا المعنى المراد من هذه الآية هذه الآية معناها أن الله سبحانه وتعالى مسيطر على كل الوجود لأن العرش له معاني مختلفة وذكرها المفسرون وذكرتها الروايات مثلاً الزمخ شري في التفسير الكشاف يذكر ذلك وغيره أيضاً الله سبحانه وتعالى مسيطر على الوجود أجمع العرش من معانيه جسم مخلوق جعله الله سبحانه وتعالى مصدراً لأوامره من هناك يصدر الأوامر هذا أحد معاني العرش من المعاني للعرش الوجود كله كل هذا الوجود الله سبحانه وتعالى مسيطر عليه ولذا يسمى بالعرش ومن معاني العرش العلم إن شاء الله هناك باب سنصل إليه وهناك نفسر معاني العرش حسب الآيات والروايات هذه الآية التي هي في سورة طه الرحمن على العرش استوى معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قدرته عامة لكل الوجود لا يخرج شيء عن قدرة الله سبحانه وتعالى لأن كل الأشياء مخلوق لله سبحانه وتعالى خالق كل شيء كل الأشياء مخلوق لله والله سبحانه وتعالى مسيطر على مخلوقاته الرحمن على العرش استوى ثم هنا الروايات بيّنت جوانب مختلفة من هذه الآية أولا الله سبحانه وتعالى هنا استعمل كلمة الرحمن أسماء الله الحسنى كثيرة الله الرحمن الرحيم الخالق البارئ المصور وما إلى ذلك في هذه الآية الله سبحانه وتعالى استعمل كلمة الرحمن هذه لها خصوصية إشارة إلى أن سلطته على الأشياء سلطة بالرحمة لأن المتسلطين على الأشياء قد تكون سلطتهم برحمة أفرض هناك حاكم عادل هذا الحاكم العادل مسيطر على المملكة لكن سيطرته بعدل برحمة وقد يكون حاكم متجبر سيطرته على مملكته بالقاهر والغلبة والقاتل والساجن وما إلى ذلك الآية تقول الرحمن على العرش استواء يعني استواء الله سبحانه وتعالى بالرحمة باللطف الله سبحانه وتعالى يرحم كل شيء وسعت رحمتي كل شيء كل الوجود رحمة الله شملته أولا بخلقه هذا أصل رحماته ثم بإفاظة الخيرات المختلفة كل حسب ماهيته وحسب قابليته منتهى الآمر الإنسان بكفره يسبب أن الرحمة الخاصة لا تشمل لذا الله رحمن ورحيم الرحيم بمعنى الرحمة الخاصة بالمؤمنين يعني في يوم القيامة هذه الرحمة خاصة بالمتقين أما المنافقون والكفار في جهنم لا رحمة عليهم لفقدانهم قابلية الرحمة وإلا الرحمة في البداية شملتهم لكن هم بسوء اختيارهم جعلوا أنفسهم غير قابلين لتلك الرحمة هذه النقطة الأولى في هذه الآية الرحمن على العرش استوى الاستواء شنو معنى الاستواء في اللغة له معاني متعددة من جملة المعاني الاستقرار على الشيء كقوله تعالى مخاطبا لنوح فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك استويت أنت ومن معك استواء نوح والمؤمنين الذين كانوا معه على السفينة بأي كيفية كان استقرار رهم عليها وضمن هذا المعنى الاستيلاء والسيطرة على الشيء نقول سيطرة استوى الملك على الرعية يعني سيطرة عليهم هذا المعنى الاول المعنى الثاني التوجه الى الشيء وقاصد ذلك الشيء لا بمعنى الاستقرار على الشيء او السيطرة عليه بهذه الكيفية وإنما التوجه الى الشيء كقوله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان استوى الى السماء يعني شنو يعني توجه الى السماء بقدرته الفرق بين المعنى الاول وهذا المعنى الثاني يظهر في حرف الجر هناك استوى على يتعدى بعلى وهنا ثم استوى الى السماء تعدي صار بإلى في اللغة العربية ومن خصوصياتها طبعا في اللغات الاخرى موجودة هذه المسألة التي الآن أذكرها لكن في اللغة العربية هذه المسألة جدا واضحة ومؤكدة وهي أنه الفعل الواحد قد يتعدى بحروف جر متعدد متعددة وكل تعدي بحرف جر يغير المعنى الى شيء استوى عليه بمعنى الاستقرار الاستيلاء استوى إليه بمعنى توجه إليه التفت إليه بقدرته هذا المعنى الثاني للاستواء المعنى الثالث للاستواء بمعنى الاعتدال وهذا فعل لازم لا يتعدى بشيء كقوله تعالى وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا استوى فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى بالنسبة إلى موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام استوى يعني شنو بمعنى اعتدل قواه الجسمية اعتدلت شعب مستوي يعني قواه الجسمية معتدله هذا فعل لازم لا يتعدى لا بإلى ولا بعلى المعنى الرابع الاستواء في النسبة مثل هل يستوي الأعمى والبصير هنا يستوي استعملنا استواء هل يستوي الأعمى والبصير بأي معنى يعني هل نسبتهم مساوية أو ليست مساوية هذا أيضا فعل لازم يستوي الأعمى الأعمى فاعل البصير فاعل ليس له مفعول لا بنفسه يتعدى ولا بحرف الجر فمن معاني الاستواء الاستقرار والسيطرة من معاني التوجه إلى الشيء بالقدرة من معاني الاعتدال من معاني الاستواء في النسبة ولكل معنى ذكرنا آية من الآيات القرآنية فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ثم استوى إلى السماء وهي دخان ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما هل يستوي الأعمى والبصير إذا كانت المعاني متعددة نجي إلى الآية الرحمن على العرش استوى أي معنى من المعاني هنا يصير التشابه المجسم يأول ابتغاء الفتنة لأن في قلبه زيق فلذلك يقول الاستواء الاستواء في هذه الآية بالمعنى الأول يعني الاستقرار على الشيء مثل الاستواء نوح ومن معه على الفلك زين بأي دليل الاستواء بهذا المعنى وليس بمعنى آخر مع أنه هذا يستلزم مننا التشبيه والآية تقول ليس كمثله شيء نائل أعمى من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام جاءوا بيّنوا بيّنوا أن الرحمن على العرش استوى هذا شنو معنى في الحديث السادس والسابع والثامن من هذا الباب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام تارة يقول استوى على كل شيء ثم يبين معنى استوى على كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء ممثل ما يزعم المجسم أن الذي على المنارة هذا أقرب إلى السماء فهو أقرب إلى الله من الذي على الأرض كلا فليس شيء أقرب إليه من شيء وأنت بالإيمان والعمل الصالح يحصل لك قرب إلى الله لكن ليس قربا جسمانيا ماديا هذا قرب معنوي يعني رحمة الله سبحانه وتعالى تشملك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ومعنى أنه الله يحتاج إلى التقوى أو أن هذا التقوى مكانيا يصل إلى الله سبحانه وتعالى بل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقبل هذا العمل فيجازي عليه بأحسن جزاء في الحديث السادس من هذا الباب استوى على كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء في الحديث السابع الإمام الصادق ماذا يقول استوى من كل شيء في الحديث السادس على كل شيء أما في الحديث السابع استوى من كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء في الحديث الثامن استوى في كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء لم يبعد منه بعيد ولم يقرب منه قريب استوى في كل شيء فهنا الإمام الصادق في ثلاثة أحاديث تارة استعمل استوى على كل شيء تارة استعمل استوى من كل شيء وتارة استعمل استوى في كل شيء لماذا؟ الجواب لأن الإمام عليه الصلاة والسلام يريد يبين الجوانب المختلفة لهذه الآية الشريفة هناك لتوضيح ما يقوله الإمام عليه الصلاة والسلام نبين هذه القاعدة التي ذكرها النحات واللغويين واللغويون في كتبهم عندنا شيء يسمى تضمين تضمين معنى ذلك أنه أنت تستعمل فعل وتضمن هذا الفعل معنى فعل آخر ولعل هذا من خصوصيات اللغة العربية أو إذا هو موجود في اللغات الأخرى هذا قليل فيها وهذا من بلاغة اللغة العربية يعني أنت تريد تبين معنيين الطريقة المتعارفة أن تذكر لفظين اللفظ الأول يدل على المعنى الأول اللفظ الثاني يدل على المعنى الثاني لكن في اللغة العربية أحياناً وفي كثير من الأحيان الأفعال التي تتعدى بحرف الجر وهذه الأفعال تعديها بحروف الجر يختلف فعل يتعدى بالباء فعل يتعدى بمن فعل يتعدى بفي فعل يتعدى بإلى وما إلى ذلك يستعمل الفعل لكن حرف الجر يستعمله من فعل آخر فهنا يقولون أنه للاختصار بدل ما تذكر فعلين وحرفي جر تذكر فعل وتذكر حرف جر ما الفعل آخر فالنتيجة شنو يصير؟ يصير الفعل ضمنت معنا فعلين وكيف عرفنا التضمين؟ الفعل الأول بلفظه موجود الفعل الثاني مضمن ومقدر باعتبار الحرف الجر الموجود اللي يدل على ذلك الفعل هذا التضمين في اللغة العربية نجي إلى هذا الكلام استوى على كل شيء استوى من كل شيء استوى في كل شيء هنا الإمام يريد يبين ثلاثة حقائق عن طريق التضمين بيّنها استوى على كل شيء هنا استعمل على باعتبار تضمين الاستواء معنى الاستيلاء يعني الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى مستولي على الوجود أجمع استعمل من؟ استوى من كل شيء هذا باعتبار الموجودات التي استوى منها مو هذا اللي على المنارة وهذا اللي على الأرض نسبتهم مختلفة إلى الله سبحانه وتعالى لا النسبة واحدة هو الخالق وهم المخلوقون ولا مكان لله حتى يكون أحدهما أقرب مكانا من الآخر إلى الله سبحانه وتعالى ثم الثالث استوى في كل شيء هذا بمعنى نفوذ قدرته هنا الاستواء تضمن معنى القدرة قدرته نافذة في كل الأشياء ليس كالملوك العاديين أن قدرتهم نافذة على الظواهر لا تنفذ إلى الأعماق ولا إلى القلوب وإذا واحد ختل عنهم حرب منهم قد لا يتمكنون من الوصول إليه لكن الله سبحانه وتعالى لا يمكن الفرار من حكومته فاستوى في كل شيء بمعنى نفوذ قدرته في تلك الأشياء لذا الإمام حتى واحد لا يتوهم أن هذا فيه معنى الحلول لأن الحلول يستزلزم الجسمية وهو من الكفر الأعظم الذين يقولون بالحلول كما قالت بعض النصارى بأن الله حل في جسم عيسى مثلا والعياذ بالله من كلامهم حتى الإمام يدفع هذا التواهم ويبين المقصود بنحو كامل قال استوى في كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء هذا يفسر معنى الاستواء استواء يعني ليس شيء أقرب إليه من شيء نسبته إلى الأشياء واحدة هنا بأي معنى لم يبعد منه بعيد يعني قدرته نافذة في الأشياء إذا الشيء بعيد هذا بالنسبة إلنا بعيد لأننا مكانيون يعني في المكان لذلك الشيء الذي مثلا يوجد في قارة أخرى بعيد عننا يوجد في كوكب آخر بعيد عننا يوجد في مجر أخرى بعيد عننا جدا لأننا أجسام محدودون أما الله سبحانه وتعالى قدرته نافذة في كل الأشياء كما ذكرنا نسبة قدرته إلى الذرة ونسبة قدرته إلى المجرة واحدة هذه كبيرة أو صغيرة بالنسبة إلنا كبيرة أو صغيرة أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الكبير والصغير بالنسبة إليه سواء لأنها مخلوقات له وهو خالقه لذا الإمام يقول لم يبعد منه بعيد ولم يقرب منه قريب إحنا الآن الأشياء اللي قريبة إلنا مثلا هذا الميكروفون قريب إلي إذا أنا ابتعدت عني يبتعد عني لكن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى يعني العرش قريب إليه أما الكرة الأرضية بعيدة عننا مثلا كلا العرش إذا فسرناه بالجسم المادي أو إذا فسرناه بالعلم وإذا فسرناه بكل الوجود كما سيأتي تفصيله فهذه الله سبحانه وتعالى مستولي عليها بعلمه وقدرته وقدرته نافذة فيها وليس بعضها أقرب إلى الله من بعض بقرب مكاني لأن الله ليس في مكان لأنه خالق المكان ويستحيل أن يكون في مكان كما ذكرنا في مماضة أنه يستحيل أن يحتوي المقلوق الذي هو المكان على الخالق لذا الإمام يقول لم يبعد منه بعيد ولم يقرب منه قريب استوى في كل شيء كرر فمرادة الاستواء بمعنى تساوي النسبة وفي كل شيء بتضمين القدرة في الاستواء يعني قادر على كل شيء وقدرته نافذة في كل الأشياء هذا بالنسبة إلى الأحاديث السادس والسابع والثامن ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحديث التاسع وهو كالتتم لهذه الأحاديث الثلاث هنا الإمام الصادق أيضا سلام الله عليه يقول من زعم أن الله من شيء أو في شيء أو على شيء فقد كفر إذا واحد يتوهم أن الله سبحانه وتعالى له مادة وهو مخلوق من شيء فهذا كافر إحنا الآن من شيء يعني كنا تراب ثم الله سبحانه وتعالى حول هذا التراب إلى نبات إلى حيوان الآباء أكلوا هذه الأطعمة تحولت إلى أصلابهم ثم إلى أرحام النساء ثم بعد ذلك في الرحم الأم تأكل والجنين يستلم المواد الغذائية عبر الحبل السري إلى أن ينمو نموا كاملا ثم يولد فنحن من شيء حتى الأرض هذه الأفلاق هذه أيضا من شيء حتى العلم الحديث أثبت ذلك في الآية وكان عرشه على الماء كل الأشياء خلقها الله سبحانه وتعالى من الماء بتفصيل بينه الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الخطبة الأولى من نهج البلاغة في كيفية الخلق كل شيء من شيء إلى أن تصل إلى المادة الأصلية التي هي الماء الله سبحانه وتعالى خلقها من العدم يعني لم تكن موجودة فأوجدها أما الله هو هو الأول ليس من شيء وجوده ضروري كما بيناه فيما مضى مفصلا فليس له مواد أولية بحيث أنه تركب من هذه المواد أو خلق منها أو صار منها هذا كفر من زعم أن الله من شيء هذا فقط كفر لأن هذا معنى أنه لم يكن موجودا ثم كان معنى ذلك أنه ليس بخالق بل هو مخلوق وهذا كفر أو في شيء واحد يزعم أن الله سبحانه وتعالى في السماء الأولى ليلة الجمعة أيضا هذا كفر لأنه جسم ولأنه جعل المخلوق الذي هو السماء الأولى أكبر من الخالق ولأنه اعتقد بأن الله في المكان المخلوق أحاط على الخالق وكل هذا كفر أو على شيء فقد كفر من زعم أن الله سبحانه وتعالى على السماوات فوق السماوات أو على العرش جالس بالجلوس الحقيقي هذا أيضا كافر طبعا هنا الكفر الذي يراد الكفر الباطني أو الكفر الظاهري كما ذكرنا في إمام الظاه أنه كل من تشهد الشهادتين هذا يحكم عليه بالإسلام ظاهرا فلذا يجري عليه أحكام المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم لذا الرسول كان يجري أحكام الإسلام على المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة هذا المنافق في الظاهر محكوم عليه بالإسلام لكن باطنا هو كافر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وفي تفسير الآية في سورة البقرة الله يستهزئ بهم الآية الخمسة عشر من سورة البقرة الله يستهزئ بهم بعض المفسرين ذكروا هكذا استهزاؤه بهم بمعنى أنه يحكم عليهم بالإسلام في الدنيا ويحكم عليهم بالكفر في الآخرة زين ذول المجسمة يتشهدون بالشهادتين هؤلاء إذا لم ينصبوا حربا لله أو لرسوله أو للأيمة عليهم الصلاة والسلام ما دام يتشهدون الشهادتين بالظاهر محكومون بالإسلام أحكام الإسلام تجري التناكوح التوارث التدافن في مقابر المسلمين وما إلى ذلك لكن هذا باطنه كافر لأنه في الواقع يعبد صنما لا يعبد رب العالمين هذا اللي يتصور أن الله سبحانه وتعالى جسم وأنه جالس جلوس حقيقي وأنه ينزل نزول حقيقي وأن السماء الأولى تحتوي عليه وأنه أقرب وأبعد بالقرب والبعد المكاني هذا ما يعبد الله لأن هذا الشيء الذي يعبده هذا صنم في ذهنه لذلك هذا كافر باطنا لكن ما دام يتشهد الشهادتين أحكم عليه بالإسلام من زعم أن الله من شيء أو في شيء أو على شيء فقد كفر قلت فسر لي يسأل الإمام يقول أن أبو بصير راوي وضح لي قال أعني بالحواية الحواية يعني أن يحتوي عليه هذا تفسير له في شيء أو بإمساك له هذا تفسير على 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 شيء يعني ذاك شيء ما سكه أو من شيء سبق وهو هذا تفسير به من شيء الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فسر هذه الآية هناك حديث آخر لأن الوقت انتهى نتركه إلى حلقة قادمة الحديث العاشر أيضا في ضمن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المعرفة الصحيفة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين اشتركوا في القناة